السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رايك تسطى بشات جي بي تي عمدك على الكمبيوتر بتاعك? بحس ان انت تسأله كل اسلامة تعيسها. وممكن تكون معندكش انترنت. مش محتاج انترنت ان تسطى عمدك. وطبعا ملفاك كتيرة. لكن اي سؤالة تسألو له يبدأ ان هو يجيوب عليه. وتقدر تدربه. وتعمل مودلس معينة. وتدربه. تتعرف مثلا على شخصات عربية واسلامية. ويرد على اساس الشخصيات دي. انت ممكن تدي له كتب مثلا المكتبة الشاملة ويبدأ ان هو يتعرف علي عليها. ممكن تدي له فتاة ومسلا ويبدأ ان هو يتعرف عليها ويجيوب على نفس الطريقة. ممكن تدي له منايج المدرسية. هو يبدأ يعدي لك دروس التعليمية. فالفوايد لا تعد ولا تحصر. وانت مش طرر تدفع اي فلوس او اي اشتراك اويحي خالص. الموضوع مجاني. تقول عليك ان انت تخش على الموقع اللي انا سأقول لك اسفل فيديو. وهتقول له انا عايز اعمل دونلود. سواء بقى على ويندوز او على قبل ماكينتوش. او على لينكس بونتو. تقدر ان انت تسطى اللي انت عايزه. بعد كده تبدأ تسأله الاسئلة اللي انت عايز. هكون سريع معك. ملكش حد اقصى. يعني مش يقول لك انت خلاص خلصت الاسئلة بتاعت النهاردة. تعال لنا تاني يوم. او ادفع فلوس او اي حاجة من الحاجات ديها. دي من دمن الحاجات القوية جدا اللي مفيدة. وبالذات لو حد عايز يعمل المشروع خاص به او يعمل موقع خاص به ممكن نجيب جاز قوي ويخلي الناس كلها تسأل من خلاله. تقدر تحمل زي ما انت عايز وتشغل زي ما انت عايز. وتعمل موديل خاص بك سواء تعليمي سواء ادبي فني زي ما انت عايز. زي ما انت شايف ما فيش اي فلوس مطلوبة انت بتعمل دونلود لان هو مشروع مفتوح المصدر. كل عليك هتقول له انا عايز ستبه على الويندوز. فهيبدأ يديك الملف بتاع التسطيب. ده ملف انسطولر يعني مساحته تغيره لكن اول ما تدوس عليه يبدأ يتصل بالانترنت وخلص تسطيبه. تمام? مساحته 32 ميكان. يبدأ بقى يحمل لك الملفات كلها ويبدأ ان انت يبقى عندك شات جي بي تي محل الصن على الجهاز بتاعك شغال بقوة رهيبة. اهو. بيبدأ يشوف بقى الحاجات ويبدأ ان هو ستبلي على الجهاز بتاعي عنده نشاية جي بي تي خاصة بي. تشوف بقى ايه الحاجات اللي انت عايز ستبها. ايه اكسيبت نيكست. وبعد كده الاسم فيها وبعد كده تبدأ ان انت تتسطيب.